السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي في مادة الدراسات الاجتماعية نراجع درسنا السابق ونجيب على السؤال التالي أكمل الفراغات التالية بما يناسبها كان الناس يكتبون أحداثهم تاريخية على فراغ وفراغ نكمل الفراغات التالية كان يكتبون أحداثهم تاريخية على أحسنتم كانوا يكتبونها على الجلد وأيضا على الخشب نقل الكلام دون تثبت يسمى أحسنتم رائعين يسمى إشاعة إذن كان الناس قديما يكتبون الأحداث ويسجلونها ويدونونها على الجلود وعلى الأخشاب وأيضا على الورق كإثبات لهذه الأحداث التي وقعت نقل الكلام دون تثبت ودون التأكد من صحة هذه المعلومات أو ما تم تناقله يسمى أحسنتم يسمى إشاعة صف موقفك من الإشاعة عرفنا مفهوم أو الإشاعة هو نقل الكلام دون تثبت ويجب علينا اتخاذ موقف حيال هذه الإشاعة حينما يصدر أو يصل إلينا كلام لسنا متأكدين من صحته ولا من مصدره فهناك موقف يجب اتخاذه عند تناقل هذه الإشاعات ماذا يجب علينا أوصف موقفك من الإشاعة؟ أحسنتم رائعين أولا تجاهلها وتجنب نشرها إذن أتجاهلها وأتجنب نشرها أيضا هناك خطوة أخرى قد أستطيع من خلال هذا التصرف التصدي لهذه الإشاعة أو التثبت من خلال أحسنتم أستفسر عن صحتها ممن أثق بهم كمن كوالدي أو غيرهم من الأشخاص الثقات الذين أصل إلى الحقائق عن طريقهم إذن يجب علينا عند تناقل وسماع الإشاعات التجاهلها وتجنب نشرها أو الاستفسار عن صحتها ممن نثق بهم كالوالدين أو من الأشخاص الذين لديهم العلم والخبرة في هذه المعلومة في هذا اليوم بإذن الله سنتحدث عن السبب والنتيجة ونربط هذا وما علاقة السبب والنتيجة في التاريخ وفي الأحداث التاريخية وسنحقق بإذن الله تعالى في هذا اليوم عدد من الأهداف وهي أن يتمكن الطالب والطالبة من أن يوضح أهمية دراسة التاريخ يعرف معنى السبب والنتيجة وأيضا يصف حال وطني قبل وبعد التوحيد السبب والنتيجة ماذا تعني؟ ما العلاقة بين السبب والنتيجة في الأحداث التاريخية؟ عرفنا مفهوم التاريخ وأنه دراسة الأحداث في الماضي وتوضيح أثرها في الحاضر المستقبل وعرفنا من يقوم بدراسة هذه الأحداث ويسمى بالمؤرخ والمؤرخ يبحث دائما عن الأذلة التي تثبت هذه الأحداث هناك علاقة بين السبب والنتيجة في الأحداث التاريخية وهذا ما سنعرفه الآن بإذن الله تعالى عندما نقول ما العلاقة بين السبب والنتيجة والأحداث التاريخية؟ معرفة السبب والنتيجة تساعدنا دائما على فهم أحداث التاريخ عندما نقول سبب السبب في التاريخ ماذا يعني؟ هو ما يؤدي إلى وقوع الحدث سبب إذن هناك هذا الحدث عندما التاريخ هو يدرس الأحداث التي وقعت في الماضي هذه الأحداث لها سبب لوقوعها فلذلك هناك علاقة وثيقة بين السبب والنتيجة والأحداث التاريخية فيفيدنا دائما معرفة السبب لهذه الأحداث التي وقعت توصلنا إلى ماذا؟ إلى النتيجة في التاريخ وهي ما ينتج عن الحدث إذن عند دراستنا للأحداث التاريخية وما وقع في الماضي نحرص دائما أو يحرص المؤرخ إلى الوصول إلى السبب الذي أدى إلى وقوع هذا الحدث ثم معرفة نتائج وقوع الحدث وماذا نتج عن هذا السبب؟ إذن السبب والنتيجة له علاقة كبيرة بالأحداث التاريخية لأن من خلال السبب والنتيجة سنصل إلى معرفة الأحداث التاريخية ومعرفة تفاصيلها فعند وقوع حدث نريد معرفة السبب الذي أدى إلى وقوع هذا الحدث ثم نصل إلى نتيجة وقوع الحدث ماذا نتج عنه؟ في التاريخ الكثير من الأحداث عرفنا أسبابها وترتب عليها نتائج كثيرة لدينا الآن أسباب ونتائج أسباب تاريخية لأحداث تاريخية سنعرف أسبابها وما نتج عنها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم في إحدى المعارك والغزوات في عهد رسولنا الكريم غزوة أو معركة أحد خالف عدد من الصحابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذن هنا لدينا سبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد يا ترى ماذا نتج عن هذا السبب أو عن هذه المخالفة لأمر النبي حدث أو نتج عنها هزيمة المسلمين نعرف أحداث معركة أحد وما وقع فيها حينما خالف بعض الصحابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم بالوقوف على جبل أحد فنتج عن ذلك ماذا هزيمة المسلمين ونعرف هذه الأحداث التاريخية أيضا من الأسباب أو الوقائع التي عرفنا أسبابه وما نتج عنها اجتداد تعذيب قريش للمسلمين وما نتج عن هذا التعذيب للمسلمين الهجرة إلى الحبشة إذن هذا حدث تاريخي أيضا وقع في أهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم أو دخل العديد من أهل مكة الإسلام قاموا قريش بالتعذيب والتنكيل بهم من أجل أن يرتدوا عن دينهم الإسلامي ولكنهم ثبتوا على الإسلام فنتج عن هذا السبب التاريخي ماذا أحسنتم أن هاجر هؤلاء المسلمين فرارا بدينهم وأنفسهم إلى الحبشة إذن الحدث أو السبب اشتد أو اشتداد تعذيب قريش للمسلمين نتج عنه ماذا أحسنتم نتج عنه الهجرة إلى الحبشة أيضا من الأحداث التاريخية التي وقعت في أهد الرسول الكريم سبب الحدث حفر المسلمين أو السبب حفر المسلمين الخندق في المدينة المنورة نعلم ونعرف هذا الحدث التاريخي العظيم الذي حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات بأن قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بحفر خندق في المدينة ماذا نتج عن حفر هذا الخندق نتج عنه انتصار المسلمين في معركة الخندق نسبة إلى هذا الخندق الذي حفره المسلمين في المدينة المنورة إذن هذه مجموعة من الأسباب التي تسببت في أحداث تاريخية ونتج عنها أيضا هذه الأحداث إذن يتضح لنا العلاقة بين السبب والنتيجة والأحداث التاريخية هناك من خلال معرفتنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم والعصر النبوي وما حدث فيه هذه الأحداث التي وقعت على سبيل المثال من الأحداث التاريخية بخالفة الرماه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد ونتج عنها ماذا أحسنتم رائعين هزيمة المسلمين بعد أن نزل الرماه من الجبل صعد المشركين على الجبل وهذا تسبب في ماذا أحسنتم في هزيمة المسلمين أيضا حدث في عهد الرسول أن اشتد التعذيب بمن دخلوا في الإسلام مع نبينا صلى الله عليه وسلم فنتج عن هذا أحسنتم نتج عنه هجرة المسلمين ممن تعرضوا للتعذيب من قريش هاجروا إلى الحبشة لأن الحبشة كما نعلم فيها ملك عادل فر المسلمين بدينهم وأنفسهم إلى الحبشة أيضا من الأحداث أحسنتم حفر الخندق في المدينة المنورة نتج عن هذا الخندق أو حفر هذا الخندق انتصار المسلمين في معركة الخندق حيث كانت حاجزا يحول بين المسلمين والمشركين فليتمكن المشركين من الوصول إلى المسلمين إذن هنا مجموعة من الأسباب والنتائج التي نتج عنها الكثير من الأحداث أحداث التاريخية نجيب الآن على السؤال التالي أكمل الفراغات التالية بما يناسبها معرفة فراغ وفراغ تساعدنا على فهم أحداث التاريخ إذن ما الذي يساعدنا على فهم أحداث التاريخ؟ معرفة أحسنتم معرفة السبب ورائعين والنتيجة تساعدنا على فهم أحداث التاريخية مثل الأمثلة والأسباب التي استعرضناها قبل قليل مثل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم السبب أو مخالفة الرمال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونتج عنها ماذا؟ هزيمة المسلمين في معركة أحد أيضا من الأمثلة غزوة أو حفر الخندق ونتج عنه انتصار المسلمين في معركة الخندق إذن السبب والنتيجة هي تساعدنا على معرفة الأحداث وفهم التاريخ نتج عن مخالفة المؤمنين أمر النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد هذا السبب وماذا نتج عنه؟ أحسنتم نتج عن هزيمة المسلمين في معركة أحد الوحدة الوطنية توحيد الملك عبد العزيز لمناطق المملكة العربية السعودية وسكانها في دولة واحدة تقوم على مبادئ سامية ونظام الأساسي للحكم وفق الشريعة الإسلامية والقيم العلياء نعرف أن المملكة العربية السعودية بعد أن وحدها الملك عبد العزيز رحمه الله في دولة واحدة قامت هذه الدولة على مبادئ قوية هذه المبادئ أسسها من الشريعة الإسلامية وأسست نظام الحكم فيها على مبادئ الإسلامية والقيم العلياء نشاهد هنا صور لشبه الجزيرة العربية عندما كانت عبارة عن قبائل متفككة في شتى أنحاء شبه الجزيرة كما نشاهد وبعد أن وحدها الملك عبد العزيز ماذا أصبحت؟ أصبحت جميعها تحت ظل دولة وقيادة واحدة دولة قوية وقيادة واحدة قامت أسس أو بنيت أسس هذه الدولة على المبادئ الشرعية الإسلامية وعلى القيم الإسلامية العلياء فنتج عنها ماذا؟ أحسنتم نتج عنها دولة قوية كما نشاهد أرضنا أو دولتنا إلى ما وصلت إليه من هذه الوحدة الوطنية وإلى ما وصلت إليه من تقدم ورقي وازدهار واقتصاد بفضل الله تعالى ثم فضل من قام بتأسيسها منذ الأزل أو منذ البداية عندما نتحدث عن الوحدة الوطنية ونعرف أن السبب والنتيجة كانت عبارة شبه الجزيرة العربية متفرقة أجزاء متفرقة وحدها الملك عبد العزيز فماذا نتج عنها؟ كما نعلم نتج عنها دولة قوية الآن سنجري مقارنة بين وطني المملكة العربية السعودية قبل توحيدها وبعد توحيدها كيف كانت قبل توحيدها؟ من خلال الصورة التي شاهدناها كانت متفرقة كانت إذن عبارة عن ماذا؟ أحسنتم كانت عبارة عن مناطق متفرقة وماذا نتج عنها بعد الوحدة الوطنية؟ أحسنتم أصبحت دولة واحدة وقيادة عظيمة كانت عبارة عن مجتمعات مفككة ثم أصبحت ماذا؟ أحسنتم أصبحت مجتمع واحد متماسك أيضا كانت عبارة أو كانت تعاني شبه الجزيرة العربية من حروب وخلافات ونزاعات وتفكك داخل أراضيها وبعد أن توحدت أصبحت ماذا؟ أصبحت أمن وسلام أيضا كانت أو كانت تعاني شبه الجزيرة قبل توحيدها من الجهل وانتشار الأمراض أيضا كانت تعاني من اضطراب الأمن وبعد أن توحدت أصبحت ماذا؟ تنمية وخدمات إذن ماذا نتج عن الوحدة الوطنية؟ نعم أحسنتم دولة واحدة وقيادة عظيمة أيضا رائعين مجتمع واحد متماسك أمن وسلام تنمية وخدمات الله سبحانه وتعالى أو من مبادئ الشريع الإسلامي هو التعاون دائما والتماسك فالله أمرنا بالتعاون وتعاون على البر والتقوى فدائما في التعاون يكون لدينا أو ينتج عن هذا التعاون ينتج لنا الوحدة والقوة وهذا ما نشاهده بعد الوحدة الوطنية بعد أن توحدت جميع مناطق وأجزاء شبه الجزيرة العربية تحتضل دولة واحدة وقيادة واحدة فأصبحت دولة قوية وقيادة عظيمة وبعد أن عرفنا السبب والنتيجة وما علاقة السبب والنتيجة بالإحداث التاريخية نجيب على السؤال التالي قارن بين حال وطني قبل وبعد توحيدها في الجدول التالي أمامنا الآن جدول نريد أن نقارن بين حال المملكة العربية السعودية قبل توحيدها وبعد توحيدها من خلال أو من ناحية الوحدة كيف كانت من خلال الخرائط التي وضحت لنا كيف كانت عبارة عن مجتمعات متفككة وقبائل متنازعة هذا قبل توحيدها إذن قبل توحيد وطني كانت من خلال أو من ناحية الوحدة كانت عبارة عن ماذا؟ أحسنتم كانت عبارة عن مناطق متفرقة ومجتمعات مفككة وبعد أن توحدت أحسنتم أصبحت دولة واحدة وقيادة عظيمة ومن ناحية الأمن كيف كانت قبل توحيدها؟ أحسنتم كانت حروب وخلافات ونزاعات بين القبائل كانت دائما الحروب والخلافات بين القبائل على الحكم وغيرها من النزاعات التي كانت تنشب بين القبائل وبعد أن توحدت أحسنتم أصبحت أمن وسلام ومن ناحية المجتمعات كيف كان وضعها قبل توحيد المملكة وقبل الوحدة الوطنية؟ أحسنتم كانت عبارة عن مجتمعات مفككة وبعد أن توحدت تحت ظل دولة واحدة أصبحت أحسنتم أصبحت مجتمع واحد ومجتمع واحد متماسك حكمها واحد تقوم على مبادئ وأسس شرعية إسلامية وقيم عالية جميع هذه الدولة أو جميع أبنائها وأجزائها ومجتمعها على اختلاف فئاتها تقوم على مبادئ واحدة وعلى أسس قوية ومتينة حتى نشاهدنا أو نشاهد ونلاحظ هذه الوحدة الوطنية التي تنعم بها بلادنا ولله الحمد أذكر سبب توحيد المملكة نعرف أنها كانت عبارة عن مناطق متفرقة ومجتمعات مفككة وقبائل متنازعة ما سبب توحيدها؟ أحسنتم هو إعادة تأسيس الدولة السعودية التي أسست منذ مئات السنين على يد مؤسسها محمد بن سعود وأيضا جمع شمل المواطنين تحت راية واحدة بذلك عرفنا السبب والنتيجة وعلاقتها بدراسة الأحداث التاريخية وذكرنا بعض الأحداث والوقائع التي وقعت في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم وما نتج عنها وأيضا الأحداث التي وقعت في زمنا الحاضر وما نتج عنها من خلال الوحدة الوطنية التي شاهدناها بعد أن كان وطني عبارة عن مناطق متفرقة ومجتمعات مفككة أصبحت دولة قوية دولة واحدة قوية وقيادة عظيمة وبذلك وصلنا إلى نهاية درسنا وأشكركم ابنائي وبناتي على حسن إصائكم وتفاعلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته